على وقع تقدم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس ومحاولة قوات حكومة الوفاق عرقلت هذا التقدم نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني يعلن استقالته من المجلس الذي يرأسه فايز الصراج القطراني ثمن في خطاب استقالته معركة طفان الكرامة التي يقودها الجيش الوطني مؤكداً أنها تهدف لتخليص طرابلس مما سماه التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة كما حمل الصراج مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية في البلاد واتهمه بالانفراد بممارسة اختصاصات المجلس نائب الصراج المستقيل قال إن الميليشيات وجدت في المجلس الرئاسي أداة ضعيفة مكنتها من السيطرة على موارد الدولة وذلك بتحالفها مع الصراج الذي أدى لمزيد من المعاناة للشعب الليبي كما يقول استقالة الجطراني تعد الثانية لنائب من نواب رئيس المجلس الرئاسي بعد موسى كوني الذي استقال في يناير عام 2018 لاعتراضه على ما وصفه بالإقصاء والعزل والتهميش كما انسحب النائب الثالث للصراج فتح المجبري من المجلس قبل أشهر بسبب ما وصفها أنذاك بالمصرحية السياسية التي ينفذها الصراج إلا أنه عدل عن قراره إسماعيل الخولي العربية موسيقى